يعقوب من البحرين يسأل يقول الشخص الذي ذرية بنات ويخشى أن يذهب المال إلى أعمام البنات يقولون بأن الأفضل أن تجعل هذا تكتب هذا بأسماء بناتك هل هذا صحيح؟ يعقوب بارك الله فيك الأصل أن الإنسان أولا إذا أراد الخير لنفسه أن يوصي بالثلث فإن الله تعالى جعل هذا لأهل الإسلام عند وفاتهم من أموالهم يوصي لنفسه بالثلث ويقدم لنفسه هذا الأصل ولذلك ينبغي للإنسان أن يكون شغله الشاغل واهتمامه الكبير هو أن يبقى العمل له بعد الوفاة يبقى العمل له بعد الوفاة وهذا ما يكون إلا بالوقف والوقف قد يكون مال عقارات أو أراضي أو شقق أو دكاكين قد يكون علم علم هذا أعظم من المال يعني العلم يبقى شوفوا الآن علماء من 1400 سنة و1440 من الصحابة ومن بعدهم و45 هؤلاء كلهم الآن باقون علمهم باقوا ولله الحمد يذكرون الإنب الأربع لأصحاب المذاهب الفقية الأربع يذكرون ماتوا من قرون هذا أفضل الوقف هذا أفضل الوقف تباعة الكتب مثلا المصاحب التفاسير كتب الحديث هذا الأمر الأول أمر الثاني الأصل أن الإنسان يبقي الأمور على ما هي عليه لماذا؟ لأن الله تعالى يقول لا تدرون أيهم أقرب ولكم نفعه أنت ما تدري يا أخي الفاضل يعني صاحب البنات رب الأسرة من الذي ينفعه بعد وفاته بالدعاء بالصدقة بنته أو أخوه قد يكون هناك أخ معدم فقير ما يجد شيء ثم إن الله تعالى يهيئ له إرثا فيبقى يذكر أخاه لأن هذا الإرث وهذا المال انتشله من خط الفقر من الفقر إلى الغنى أو فك عنه أزمة كان مهدد مثلا بالسجن لقضية مالية أو شيء فالحمد لله نجأ فما تدري هذا قد يكون هو لا ينساك يدعو لك الليل والنهار وقد تكون بنتك تنساك تبكي عليك يومين ثلاثة وبعدين خلاص يعني تتزوج وتنشغل بزوجها وبيتها وأولادها أنا أقول مثلا وإلا في الغالب البنات حنينات وطيبات وما ينسون بخلاف يعني لكن عموما لا تدرون أي يوم أقرب ولكم نفع طيب عندي مسألة ثالثة وأخيرة وهي أن الإنسان وهذا توجد حالات بالمناسبة عنده مشكلة بينه وبين أخوانه وعنده بنات ضعيفات وما عنده يعني يعني مال كثير ويخشى أن يتسلط هؤلاء على بناته يخشى أن يتسلطوا على بناته وفيه دلائل وقراء بل فيه يعني شيء واقع حصل مثلا يجوز له يجوز ما دام أنهم أولاده البنات يهب البنات بالتساوي والهيبة في الحياة صحيحة وتلزم بالقبض فيجوز له والله يقول أنا أخشى على ذريتي وعلى بناتي ضعيفات وكذا وهناك من يتربص بي وينتظر موتي مثلا يجوز يكتب مثلا إذا كان عنده بيت مثلا أو عنده شركة أو عنده شيء يكتب باسم بناته في الحياة وعلى أن يبقي لنفسه شيء لأن الإنسان ما يدري متى يلقى ربهم سبحانه وتعالى بارك الله فيك ترجمة نانسي قنقر